خلت بنتها نايمة على السرير وشدتها وعملت فيها حاجة مش طبعية قدام أخوها الصغير والسبب كان غريب نوها بنت صغيرة عيشة مع أبوها وأمها وأخوها الصغير في قرية في جبين الكوم في المنوفية نوها كانت بنت ضعيفة جسدية لكن كانت بنت زكية جدا وشطرة في المدرسة وكانت في الصف الثالث اللي ابتدائي ورغم بساطة تعليم أبوها اللي كان بيشتغل عام البليومية إلا أن الكل كان متوقع لنوها أنها حتكمل في تعليمها وكانت دايما نوها بتعالي من عصبية أمها لأنها كانت ست عصبية شوية ومعتمدة على نوها في حاجات كتير وبعدة الأرياف كانوا بيبعات ولادهم من وهما في سن صغيرة يجيبوا الطلبات ويعتمدوا عليهم لأن هناك من العيبة أن الستات تنزل فبيبعات ولادهم يقدم مصالحهم لكن اللي حصل مع نوها مش طبيعي فجأة جري بيعة مع المستشفى جبين الكوم ولما سألوا الدكاترة مالها فيه إيه قال لهم أن هما صحي الصبح أبوها ومها لقوها قطعة النفس وهو عاوز يعرف فيها إيه وفورا كشف عليها فريع الأطباء وأكدوا وفاتها وفضل الموضوع غامض ومش مفهوم لأن الدكاترة ما عارفوش إيه السبب اللي خلها تتوفى وفضلوا يسألوا لكن كل شهود أكدوا أن أبوها ومها صحيوا من النوم في يوم جمعة لو فقد الوعي والنفس لكن البوليس كان عاوز يعرف إيه اللي حصل بالزبط مع نوها وإزاي صحيت من النوم كده خصوصا الأطباء لما أكدوا أن الموضوع مش أزمة قلبية ولا أي مرض عضوي وما كانش فيه أي طريقة إلا أنهم يستنوا نتيجة الكشف الطبي والكشف الطبي لنوها وضح أن سبب وفاتها كان انقطاع الأكسوجين عنها بالضغط على رئابتها وده معناه أن ده كان بفعل فاعل وبدأ البوليس في تحرياته مع الجيران ومع أهل نوها اللي أكدوا أنهم صحيوا من النوم على صريخ أمها ولقوها رحلت عن الحياة لكن كمان الكشف الطبي قال أن فيه علامات على رئابة نوها ومن الواضح أن العلامات دي بفعل فاعل والبوليس صمم على استكمال التحريات عشان يعرف الحقيقة ولاحظ البوليس وهو بيحقق أن أخوها الصغير كان في حالة زعر وخوف ولما البوليس بدأ يتكلم معاه ويطمنه عشان يتكلم بدأ أخو نوها يحكي اللي حصل واللي بدأ ليلة وفات نوها يوم الجمعة الصبح صحية أم نوها بدري الساعة 6 الصبح وطلبت من نوها أنها تروح تجيب الفطار لكن نوها كانت طفلة صغيرة فكانت نايمة ومن رضيتش أنها تصحى فضلت تزوق فيها عشان تصحى ومش راضية تصحى بدأت تخانق معاها ومسكتها من شعرها وجرتها من على السرير نوها قالت لها حموت يا ماما سيبيني لكن الأم منشدت عصبيتها ضغطت بأيديه على رقبة نوها عشان نوها تفرق الحياة الغريب أن كل ده حصل عشان رفضت تنزل تجيب الفطار لما البوليس واجه الأم أنكرت وقالت أن هي كان بتحب بنتها ومستحيل تعمل فيها كده لكن شهادت الجران بتأكد أن الأم كانت عصبية جدا وانفعالية وكانت كتير جدا بتعنف نوها وبتزعق لها أما الأب فقال أن هو كان نايم وما كانش عنده أي فكرة عن اللي حصل لكن عم نوها لما استدعوه في التحريات كشف مفاجأة كبيرة جدا وقال أن العمل كده في نوها مش أبوها وأمها ولما سألوه في التحريات ليه بتقول كده قال لأن أبوها وأمها بالذات مستحيل يعملوا فيها كده دي كانت بنتهم الوحيدة وكانوا احناينين جدا عليها فاللي حصل مع نوها مش طبيعي وده اللي خلت تحريات تفتح تاني لكن كانت كل الأدلة بتشير إلى أن مفيش حد دخل البيت غريب ونوها ما تعرضتش الهجوم عليها من أي شخص غريب وأن نوها توفت في بيتها فاللي عمل كده لازم يكون واحد من أهل البيت طبعا اتقابض على أم نوها وتم أحالتها للمحاكمة وكانت صدمة الأهل والجران أن اللي خلص على نوها الجميلة الشطرة ما كانش حد غريب دي كانت أمها وكل ده عشان الفطار